اهلاً وسهلاً لكم مجدداً السمات الشخصية السمات الأولى التي نراها حسن المظهر والنظابة العالم صديق المعلم شاهد معي هذه المشكلة تاتي وتعالى نأخذ معي هل هذا المدرسون حسن المظهر أو لا السمات الأولى للتعالى والنظام الأولى أستاذ أمام كان طيب القلب، كان جميل الطبع، كان ذكياً يحب اللغة العربية، ولكن مع الأسف لم يكن يهتم بمنظره، لذا سقط من عين الجريمة. أقول صديق المعلم ابتسم في وجه طالبك، تأخذه صدقاً، يقترب منك وتقترب منه عندما تبتسم، فإذا كان يخاف أن يسألك سيستمك مع الاتسامة، إذا لم يكن يفهم سيفهم مع الاتسامة، فلا تزيد صحوة المادة بالعبس أمام طالبك. حسن التعامل مع الطلاب، احترمه، فإن كان صغيراً فهو منك، وإن كان كبيراً فهو صديقك. الأمر والإدعاء، لا تد أن تكون مبهوباً، ذكياً، كنت كحلول متكرمة. الشرط، كثير من المعلمين يشكوا من نور الطلاب في الصدق، الأمر بسيط، إذا كنت نعلم، نعم، إذا كنت نشيطاً نشكوا، العمل بفترات طويلة وفي ظروف صعبة، لا سيما عندنا في التعليم اللغة العربية للناطقين بغيبها، يحتاج إلى جهد كبير، وإلى العمل من الصدق طويل، وهناك ظروف صعبة، الثقة بالنفس بدون تكبر، فلا تتكبر على طريبك، إنه عملك بدونه ليست حتى فائدة، وفي الأخير، ألخص لكم ما كنا هو يوم، ألخص محاضرة هنا، تحدثنا عن حياتنا بالساعات، تحدثنا عن التفايات ودعيبها، تحدثنا عن أنواع التفايات، برامج إعداد المعلمين، محامل الدورة التي سنتناولها إن شاء الله معنا، مواصفات المؤلم الناجح، السماية الأخلاقية والشخصية والمهنية، باختصار، إن طالبنا وأمتنا تحتاج هذا المعلم، الذي يتميز بالإخلاص والصدق، التواضع والأمانة، التبسم والرحم، القدوة والعالى، وإن لم نسجد أصدقائي فلنطارد، نتقل في الفكرة الأخيرة إن شاء الله، ترجمة نانسي قنقر